السلام عليكم و السلام عليكم و السلام عليكم سيدنا محمد من اليوم ان نشريو برانس من الشارع لان نصير و نعملوه وحدنا في الدار كما تشوفو هنا وصفه سهله و في نفس الوقت نجمو عن اتها كنعملو حاجه يدخلونا نحافظ على صحة صغيراتنا نتعديو للمقادير و طريقة التحذير عندي 5 حبيت بيض خذيت لبيض و حطيتوا واحده و باكو السكر فانيليا و باكو السكر و باكو السكر فانيليا و باكو سبعين جرام سكر الهناء السكر متاعي باش نضيفو على مراحل كما تشوفو الهناء نضيف بشوية بشوية كل مرة نضيف شوية و انا نركض في ذي كلابيض امتاع البيض حتى اللي يولينا مورنج معنيتها طالع و شيدد روحو طبقوا المراحل ان شاء الله يعجبكم الفيديو متاع اليوم و كيما قلت لكم في الفيديو اللي سابقه باش نكملوا معنيتها سلسلاء متاع النمجة و الا الحاجات اللي نحضروهم لصغيراتنا في العودة المدرسية نقعد نركض ذي كلابيض بالقداع حتى اللي يولينا مورنج و نضيفو عليه السكر بشوية بشوية و نخلي لكم المقادير مكتوبين في صندوق الوصف و من بعد باش نيخوذوكم الخمسة الاصفر امتاع العظم حتيتم في صحفة واحدة من ناحية اخرى باش ننضيف عليهم ثلاثين جرام سكر باش ننضيف عليهم ثلاثين جرام انشاء انشاء بالمغرفة زوز مغرف ميكلة اكبر هذو كيجون ثلاثين جرام ثلاثين مليلتر زيت نباتي و ثلاثين مليلتر احليب هذو ما هكا المكونات امتاعنا ولهنا هذيك انشاء كيما قلت لكم ثلاثين جرام ميقابل زوز مغرف ميكلة انشاء و عندي سبعين جرام فارينا سبعين جرام فارينا هذيك الكيس دوريليكس هذيك الكيس دوريليكس هذيك الكيس دوريليكس امتاعنا يهز خمسة و سبعين جرام انتم تخليوا هني قص شوي معانت احنا بحشتنا ب سبعين جرام بين الفارينة و انشاء يجو مية جرام صبيتم علي هذيك الاصفر امتاع البيض اعملت ترشة ملح راهي ما تصورتش و اوله هنا انا قاعد نركض هذيك الاصفر مع المكونات الكل الو طون اللي يكمل اللي تركض يعني ال الابيض امتاع البيض و طلع عنا ميرانج من بعد باش نضيفوه بشوية بشوية على مراحل على هذيك الخاليط امتاع الاصفر امتاع البيض نصبو بشوية بشوية و نخلطو منصبوهوش كلو مع بعضو كي ما تشوفوه هنا هذي هكا ال البيض البيض مع السكر و مع السكر فانيليا و مع رشة الملح نضيف بشوية و نركض لهنا راني مسرعة في الفيديو متشوفوش يعني التركيذة قويرة بشوية 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 باش منطيحوش هذيك لهوا اللي تخنيه في اللبيض متاع البيض يعني كما الجنوازة اللي باش نعملوها الجنوازة باش نعملوها العادية يعني لازم يكون الجنواز متاع هذيه كيفما هكا بالطريقة هذيه بالضب ذفت ال الكمية الثانية كما قطت الكاميراني قسمته على ثلاثة و نقعد نرى ندخل بشوية بشوية في هذيك الخليط نعفون في بعضه هذرت الطباق متاعي اللي حاتيت فيه مهم جدا انك تحط فيه ما عندكش بابي كويسون تعمل فارينة و الزيت تده نتبق بالبيه بالفارينة و الزيت باش الجنوازة ما تلسقش لخاطر الجنوازة يعني ما فيهاش خميرة راهي تلسقنه في الطباق من المستحسن يعني تعمل بابي كويسون حاتيتها على في الطباق هذيه هكا اللي كبير تنجمو تعملوها في طباق الفور و نحلوها كما تشوفوا الهنا هكا نستيوها على كبر الطباق ونشعلت الفور على مئة وسبعين درجة تقريبا اربعة ولا خمسة درجة بتبع كل واحد والفور متاعو في ساق تحضر هذي الجنوازة خرجتها ملفور شفتها بالعود متاع السفود طابت سايم ريقلة توابش نقلبها في الطباق ونحي منها البابيكو يصوم اللوطاق شفتوا لهناكي فيش سهلة فيسا تتنحها معانا لتلسق لحتى شين هذي هكا الجنوازة ما شاء الله تبعوا الطريقة باش تجيكم الجنوازة انتاعكم ناجحة ونجيكم مش مكبدة وإلا هكا ملبدة نقولوا احنا هكا ها نكمل نحن ناخذ السكينة ونقصها توا الحجم اللي نحب عليها الحجم الناس اللي من تونس تبع فيها يعرفوا حجم كعبة البرانسة حجم كعبة البرانسة نقصوا هذيك الجنوازة انتاعها على قديش من قصة وفي العين عينك ميزينك معانا تقص الحجم كعبة البرانسة انتو ما زادت نجم وتقصوا الحجم اللي تحبوا عليه ناخو هذيك الزايد الناحية على الجناب ومن بعد ذلك نقص الجنوازة كما تشوفوا الان هكا باش انبعد كل زوز باش نحطهم فوق بعضهم هذا هو البرانسة اللي معانيتها اللي نشروها من السوق تطكل كعبتين فيه مع بعضهم ومن ناحية اخرى حتيت تزوز وتويبا شوكولاتة باش نعمل قناش باش نحشي بيف من داخل الكعبة امتاعي هذيك هذو ما هكا لك عيبية اتو حتيتنا من فوق بعضهم ومن بعد ذلك نتعدي للقناش انا ديما وقلكم القناش متعيراني من بدلوش القناش هما طابعين شوكولاتة نضيف عليهم كعبة يغورد دانات وإلا إذا ما عندكش يغورد دانات وعندك كريم فريش نجم تعمل كريم فريش هذي هكا القناش عفوا الشوكولاتة ذي بتضفت عليها كعبة تذيك الياغورد وبالطبيعة باش نعملو الجناش باش نحشيو بيه الكعيبات امتاعنا وعندي زيدة من ناحية اخرى زيدة الشوكولاتة ذوب باش ننضيف لها شوية زيد باش نغلفوا بيها الكعيبات من بره طريقة سهلة انشاء الله نكون فتكم بالوصفة هذي وصفتي انا عملتها اليوم كما تعرفوا لو ليدي حبوا الحاجات كما هكا بالشوكولاتة والحاجات هذو ما نحطوا الكعيبة فوق الكعيبة ونحطوا في وسطه القناش ومن بعدك بعد ما نحطوا في وسطه القناش نغلفوها كما قلت لكم بالشوكولات ان شاء الله تعجبكم وصفة اليوم متنسونيش في لايك ولي اول مرة يشوف قناتي نقولوا اشتركوا فعل الجرس بشيوس لكل جديد وان شاء الله ديما نعطيكم حاجة ايدفيدكم ان شاء الله نكون ديما عند حسن الظنكم ديما نقول لكم نفس الكلمة ومرحبا بكم الناس الجددة اللي نضافتوا لقناتي ان شاء الله نكون ان شاء الله ربي يبرك لكم وربي يسعدكم ولهنا هذيوك خذيت نفس الطبق ونفس البابيك ويصوهم باش من معملوش برشة معاون وكل شين باش نحط عليهم هذيوك الكعيبات حتى يشدوا رويحة معناها وتيبسلنا الشوكولاتة كما تشوفوا هكا كملت حشيتهم الكل بالجناش ومن بعد باش نغلفهم الكل بالشوكولات طريقة سهلة صغيرة تناكيمو قطت لكم يحبوهم ان شاء الله يا شبكم الفيديو متاع اليوم ما تنسونيش في لايك واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة خليكم مع بقية الفيديو مشاهدة طيبة للجميع ورحمة لهنا قطت لكم ما تنسونيش في لايك باي باي و بسلمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة